السلام عليكم. اليوم راح اتحدث عن مسرحية روميو جوليت لوليام شيكسبير ملخص وتحليل ايضا. طبعا المسرحية مع روميو جوليت احداثها كلها تقع في مدينة فيرونا بايطاليا. وصحيح انه شيكسبير ما حدد الفترة التاريخية. لكن البعض يستنتج انه ربما احداثها وقعت بين 1260 ميلادي الى 1387. بوقتها كانت فيرونا تتمتع باستقلال ذاتي. وكان يعني من الشائع انه تكون معارك عنيفة بين الاسر. مثل ما راح نشوف بالمسرحية اسرة مونتاغ. اللي هي اسرة روميو. وكاباليت اللي هي اسرة جوليت. هاي المسرحية كتبها شيكسبير بين سنة 1593 الى 1596. نفس الفترة اللي كتب بها مسرحية حلم ليلة صيف وريتشارد الثاني. اه شيكسبير تقول المصادر انه استقل فترة الفكرة العفو من هاي التراجدية تاريخية من اه مسرحية او ملحة مشاعرية اسمها روميووس وجوليت. المؤلف مالتها اسمه ارثر بروك. اللي بالاصل ايضا اعتمدت على حكاية فرنسية المؤلف مالت هي اسمه بيريه. العداء اللي كان بين العوائل الفيرونية مثل ما قلنا كان محتدم اه بذيك الفترة وحتى يقال انه اه احد المورخين كتب انه لا تزال هناك شرفة وهو حكاية عن اه اثنين من العشاق المنتحرين اه نفس احداث المسرحية. المسرحية اللي هي روميو جوليت تتحدث عن صراع بين عائلتين مثل ما قلنا ايطاليتين من ارقى عائلات مدينة فيرونا الايطالية وهما عائلة كابوليت وعائلة منتيكيو. هذا الصراع موجود ان الازل مع العلم انه ما معروفة الاسباب اه اسباب هذا الصراع. تبدأ القصة بالعاشق روميو اللي امرأة اسمها روزالين. وراح نعرف انه روميو كان عاشق تعيس وكئيب. وكان افضل اصدقاء روميو شخص اسمه ميركيشيو. وهو من اه اقارب امير فيرونا. يسري عن روميو ولكنه لا يزال تعيس بسبب هذا الحب اللي عايش به مع روزالين. بالصدفة يعلم روميو بوجود حفلة تنكرية تقام كل سنة اه في عائلة كابوليت العائلة المنافسة العائلته. ويعلم بان روزالين مدعوة لهذه الحفلة. فيعزم على الذهاب هو صديق اميركيشيو للحفلة. ويقاب روميو بتلك الحفلة جوليت. وهي فتاة رائعة جمال جميلة جدا فيقع في حبها على الفور. لان هو مثل ما قلنا اصلا ما كان يحب روزالين. العبارة تقول انه كان واقع بحب الحب حسب ما هو كان يصف في في اشعاره. الى ان وجد الحب الحقيقي في جوليت. يبدون بالحديث كل من روميو جوليت عن بعضهم البعض ويقعان في الحب. ولكن القدر كان لهم بالمرصاد. فابن عم جوليت اسمتي بالت. يتعرف على روميو. وارادت ان تخلص مشاجرة. لكن والد جوليت. اه يعني مقبل انه سر عركة. اه لانه ايا كان هو ضيفة بالحفل. وايضا انه روميو معروف باخلاق العالية. والنبيلة. بنهاية الحفل. راح يتعرف روميو جوليت انه هم من العائلتين المتخاصمتين. بنفس اللي يلا بعد ان تنتهي الحفلة وان يروح روميو. الى حديقة اه بيت جوليت. ويقف اسفل مخدعها. تطلع لهيه ويتفقون على الزواج باليوم التالي بالسر. ويروحون للقس اللي يزوجهم. معتقدين انه زواجهم راح يساعد يعني يساعد على التصالح العائلتين. بعدين يطلع شخص قريب اه الى صلة قرابة بامير فيرونا. اه يخطب جوليت. اسمه باريس. حتى جوليت اتفاجأت وانصدمت بالخبر. اه لان هي قبل يوم تقريبا هي من زوجة زوجة بسر اه روميو. فتذهب جوليت للقس وتخبره اه بهذا الامر. يقرر القس ان يساعدها. بعد ذلك اه تبالة اللي هو يصير ابن خال اه جوليت. وساكن معهم وبنفس البيت. اه بدأ يبحث عن روميو حتى يتقاتل معه. لكن ما يشوف روميو يشوف صديقه. بعدين اه يأتي روميو. ويطلب من عنده تي بالت. النزال. لكن روميو يرفض. لانه هو اصبح تقريبا نسيبة. مع العلم انه ما حد يعلم بعمر هذا الزواج. الا اربعة اشخاص. اللي هم روميو جوليت. والقس ووصيفة جوليت بس. صديق اه روميو اللي هو مركوشيو. يعني حين رح يزعل ويغتاط. لانه روميو انهان. ومرض الاهانة. التي بالت. فيعني يعتبرها جبن وخوف. فيقرر هو انه يتعارك مع تي بالت. فصير بناتهم معركة ويموت مركوشيو. يقتل تي بالت. يقتل مركوشيو. يهرب تي بالت من القتال. من مسرح الجريمة. ويأتي روميو غاضب. يشوف صديقه ان قتل. ويقسم على الثقر اله. يرجع تبارة المسرح المعركة حتى يتقاتل مع روميو. لكن روميو يقتله. ويهرب. بحلسنا امير فيرونا. يسمع بالخبر فيؤمر بقتل المتنازلين من العائلتين اثنيناتهم. لان مدينة فيرونا غلهاد اه ميريد يعكر. اي شي صفوها. لكن فقط هو هذا الصراع بين العائلتين. لما يحضر الامير للمنطقة. راح يعرف بانه تي باليت اه يعني اه تم قتله على ايد روميو. لان هو تي بالت قتل صديق روميو. يقرر الامير تخفيف العقوبة عن روميو الى النفي من البلاد. بشرط ان لا يظهر روميو. يصل هذا الخبر الجوليت. اللي تقف الى جانب روميو. روميو يذهب الى القيس حتى يخبره بالحكم. بعدين يذهب روميو ليوان البيت جوليت يبقى معها حتى الفجر. بعدين يغادر الى مدينة اخرى. بدون ان يعلم انه يعني حتى ان امه ماتت من الحزن عليه. تمضي احداث المسرحية ويقرر والد جوليت الاعلان عن تقديم زفافة من باريس مثل ما قلنا. يوم اضافي يعني يوم واحد. فتسرع جوليت اللي طلب المساعدة من القس اللي يطمنها ويقولها انه هو محنظر خطة. اه اللي يقرر اه يعني بهاي الخطة انه يساعدها. فيقرر النفس الرسول للمدينة اللي بيها منه روميو. حتى يعلمه بالخطة راح نحتي عليها. شي سوي بهاي الخطة? القس يعطي جوليت دوة. يجعلها من تشربه مثل الميتة لمدة يومين. اه انه تشربه بيوم زفافة. وراح تكون مثل الميتة وبهلط نام منتجي اه يدفنوها هو راح يطلعها القس وتهرب الى مكان البي جوليت. العفو روميو. لكن هنا للأسف اه القس يدز اه ايضا يدز رسول اه يعني يروح جوليت الروميو حتى يبلغ بالخطة. هذا الرسول ايضا رجل دين ويمكن اسمه جون واطرش. يدز الروميو لكنه يحدث وباء بمدينة قريبة من المدينة اللي بها روميو. وفما يقدر يوصل له. بهالحالة روميو راح يعرف انه هي ماتت اه تمثيل مو حقيقي. لكن للأسف يجي احد الخدام مالته سمع خبر انه جوليت ماتت. اللي ما كان يعلم بالخطة. بهالأثناء يجن جنون روميو ويروح صيدلي فقير بالمدينة يشتري من عنده سم. ويضطي مبلغ كبير من المال مقابل هذا السم. بعد ذلك يذهب روميو ليوين المقابر عائلة كوبوليت حتى يشوف جثمان جوليت. فوجدها مددة بالتعبود. ينظر الها وحتى انه وجهها ازداد جمال وحتى لون وجهها لا يزال محمر. هو وجهها محمر اه انه هو ما كان يعرف انه هي اصلا ما ميتة وانه هذا بداية استيقاظها بعد فترة وجيزة. بهالأثناء يتي منو يتي خطيبها باريس. اللي ايجاد ايضا يزورها. وهناك يشوف روميو. فروميو يعتقد اه فباريس يعتقد انه روميو ايجاد يدنس اه يعني جثمان اه جوليت يدنس قبرها. فيقرر روميو باريس التنازل للقتال. وبهالأثناء روميو يقتل باريس. بعدين روميو يجي على جوليت ويقبلها. ويجرح قارورة السم اللي اشتراها. حتى يموت بين ايديها. وبعد فترة تستيقظ جوليت من نومها. من تستيقظ راح يشوف روميو مات. اه يعني بجانبها. وبدون اي تفكير. يعني تنظر الى اه اه القارورة ما لسم تلقاها فارغة. فتاخذ خنجر وتغرز بقلبها وتموت هي اللخ. بعد ذلك يأتي يعني جميع جميع الناس اهلها واهل العائلتين للقبر ويشوفون ما حصل من فاجعة. وبهالأثناء يجي القص يخبرهم كله قصة. فبالنهاية الصالح العائلتين يقررون ان يقومون ببناء يعني تمثاليا كبيرين بالذهب الروميو وجوليت. حتى يبقون مخلدين بالمدينة والاه يبقون اه يعني للتذكار. وحتى يعرفون انه هم العائلتين سبب موت روميو وجوليت. وانه هذول العاشقين هم سبب اه الصلح اللي حدث اه بين العائلتين وتنتهي المسرحية. طبعا هي عبارة عن ملحة مشاعرية رائعة. اشعار بها اه يعني في منتغ الروعة. حسب ما يقول النقاد. الان نأتي على التحليل المسرحية. اولا الزواج السري اللي دخلت بي طرف ثالث اللي هو الكنيسة بشخص الراهب لورانس. واللي لو لا لما تم الزواج الشرعي. هذا اه اه الى علاقة. مو فقط بالحبكة اللي بالمسرحية. يقول بعض النقاد انه العلاقة بتنافس سلطة الكنيسة مع السلطة الادارية. اللي اخذت الدور الاهم منها. يعني من الكنيسة. هذا يعطي دليل على جديد على رؤية شيكسبير العلاقة يعني العلاقة الكنيسة الروحية والتنفيذية بالمجتمع. يعني اه انه اه. ربما انه الكنيسة لها قوة اكثر من السلطة. ليش? لانه راميو يعني منصار اه بمحنة ملجأ الى الامير او الى السلطة. حتى يتوسط اه يعني الامير يتوسط على عائلة اه جوليت وينهي الموضوع. وتنحل المشكلة يعني هذه المشكلة مشكلة العداء المستحكم بين الاسرتين. لكننا لاحظنا ان راميو اه رأسا راح للكنيسة. بدون اي تفكير حتى اه تحلل المشكلة مالته. فياااااااااا.. يعني ربما لانه. ما كان يجده راميو في الراهب من سماحه وطيبة. ما قدر يجده في شخص الحاكم. لكن احنا نعرف انه اقصى ما راحي يساعد الراهب بهيش موقف لا يتحدى نصيحة أو موعظة وربما يتوسط لكن الأمر يختلف عد الحاكم لو رايح للحاكم لكن لاحظنا مثلا أنه السلطة السلطة الدولة ما راح تكون نصيحة شخصية هذا راح يكون موقف رسمي وربما يدخل بها القضاء هنا يعني شيكسبرك ينقض الرهبنة وينقض الكنيسة ويحملها الذنب بشخصية الراهب لورانس أنه هو سبب هذا المصائب كلها اللي صارت لسا ذاشت الظاهرة والغباء في يعني الراهب اللي دزه واللي قلنا اسمه جون يعني كان أطرش يعني ومصاب بداء النسيان يعني كأنه تقريبا فد نقدر نقول عليها تورية يعني من شيكسبر الخفوت دور الكنيسة ونعتها كأنه دريدي نعتها بفقدان بعض حواسها يعني لا تسمع ولا تتكلم ولا تشوف أنه أصبحت تشيفت شيء ما إله لزوم قلنا الراهب هنا يعني كان المفروض أنه بما يمتلك من هدوء يحقق تسوية بالأمور وبحكمة لأن هذا يعني يتوافق ويا روحيات الشباب وهذا موقف يستجل الصارحة الكنيسة يعني على اعتبار أنه هي رمز بساعات المحن لكن بالنهاية مثل ما قلنا تقريبا شيكسبر خلي كنيسة بموضوع السخرية وبدأ الراهب يعتذر أمام الحاكم وأمام السلطة على الأخطاء اللي ما كانت تحدث لو السلطة هي يعني تسلمت يعني زمام الأمور و يعني بدلا عن الكنيسة هذا درس جيد لقناة السلطة للكنيسة يعني كأنشو كسبير رادي يقول أنه السلطة هي المسؤولة عن حل المشاكل السياسية والاجتماعية مو الكنيسة الكنيسة اختصاصها العلاقات الروحية والآخرة ويوم القيامة والعالم الآخر وهذا يكفيها لا تدخل بأمور ما تعنيها هاي نقطة نقطة ثانية عدنا شخصية الأمير اللي هو أمير فيرونة هذا من الطبقة النبيلة لكنه هو أصلا ممن نبلاء لكن السلطة مالتة يعني تقريبا تطي دور النبيل بصفة حاكم اللي هو يعدل ويحكم بالعدل في أي كارثة تحصل أو أي مصيبة يعني يصير بما يملك من صلاحيات وبما يملك من سلطة فعلية للتنفيذ خصوصا أنه يعني بإشارة وحدة من عنده يقدر يسيطر على الأمور إذا يعني فلت الزمان والأمور هذا شخصية جدا يعني مو من الشخصيات الرئيسية لكن شخصية مهمة ثنيا لدينا شخصية باريس اللي رات يزوج جوليات هذا الشاب هذا قريب للأمير اللي هالسا عاليا نموذج الفئة مستفيدة من يعني موقع علاقار بالسلطة تصرفات كلها ومواقف وحط علاقات بالآخرين لها علاقة بالرابط الأسرية اللي تربطه بمن بالحاكم أو الأمير وهو هذا باريس يعني ما كان إلى أي دور مميز يعني أو مستفز يعني نقدر نقول عليه شخصية غير محورية ربما هو يعني تكميل يعني شخصية تكميلية لا أكثر ولا أقل حتى أنه عندما انقتل مع جسة روميو جوليات كأنه شيكسبر أراضي قد مأحد البداية الموضوعية روميو يعني على الاعتبار أنه روميو يجب أن يكون إلى هناك غريم حتى تصبح فدحبك قوية لا أكثر ولا أقل في خلق شخصية باريس من جهة ثانية يعني حتى والد جوليات اللي هو قلنا كابوليت هذا يعني ما يشوف باريس إلا أنه زوج زوج قرب من الحاكم بسبب القرابة مالت وبالتالي الموضوع كل مصلحة وضمان الأمالة وضمان التوازنة حتى يصبح إلى جاه أكثر و فكان يشجع على هذا الزواج بين باريس وبالتالي يعني هو أصلا كان غريم يحتاج إلى مال والد جوليات لكنه كان يحتاج إلى السلطة حتى يكون أقوى من غريم المونتاق اللي هو والد روميو فمن إجاب باريس حتى يزوج بتعتبرها يعني مثل كأنه مثل الطير السعد اللي كان بانتظاره وبدون أي تردد يعني أعلن موافقته على هذا الزوج وبالتال لازم تصاع للأمر وتنفذ ما يطلب منها بدون أي نقاش أو أي تردد عدنا أيضا شخصية قلنا مونتاق اللي هو والد روميو وعدنا شخصية كابوليت اللي هو والد جوليات خمسة عدنا شخصية روميو هنا أنا يسأل أحد نقاط يقول أنه قاد يقول هل أنه شيكسبير قسم العواطف والوفاء بالروميو جلت بالتساوي يعني إلى أي حد كان كل منهم يختلف عن يتفاجئ بظهور باريس ويبدأ أصرع بيناتهم الروميو لا يدري هذا منه الغريب اللي يدنس جسد محبوب الطهرة وحتى من يبدأ الصراع يجد نفسه بمواجهة موت حبيبته قرار الموت مالته يعني لماذا قرر أنه ينتحر هو أنه أراد أن يشاطر محبوبته جوليت فيشرب السم وهنا يسأل أحد أنه قاد يقول يعني من يدري لماذا جهز روميو السم النفس هو القادم من مكان كان من في إله يعني هل هو تحسب للمعوقات أم هي يعني ضرورة لأتمام الحبكة من شيكاسبير حتى تكون محبكة أكثر المهم يعني من يتم بالانتحار يعني الانتحار بحذاته يتم قبل لحظات من استقاظ جوليت بسبب المخذري كان شربته وبعد أن يموت وما بكل بارقة أمل أنه يحيى لما على اعتبار أنه إذا جوليت قاعدت راح تقدر ممكن تنقذ يعني هنا يصبح الأمر كأنه مرتب يعني يمكن لو هي قاعدة قبل ما مؤكد هي لو قاعدة قبل ما يقرر الانتحار فراح تنتهي المسرحية لكن أنه لاحظ حتى المأساة تصير أكثر فشرب السم ومات وشبع موت يالله هي استيقظت لما انتصح جوليت وتتبين بأنه روميو انتحر بسم حقيقي قلنا بالملخص أنه أرادت تنتحر بنفس السم اللي انتحر بروميو لكن ما تجد بأي بقايا فتقرر أن تنتحر بخنجر هذا النقد يقول هذا القرار مالتها يختلف عن قرار روميو بشكل واضح الوسائل اللي أرادتها جولية لانتحارها ما كانت متوفرة لحد ما لقتلها الخنجر لكن هذا مو بنفس العجالة اللي صادفت روميو يعني روميو بلحظة وحدة أو العفو روميو يعني راح للصيدلي واشترى السم يعني كان عندها قرار هي أصلا حتى جولية من قررت أن تشرب المنوم يعني باتفاقها مع الراهب لورنس بقبولها هاي المجازفة التشبيرة حتى تفقد الوعي اليوم أو يومين هذا قرار أيضا يحتاج إلى تأمل لأن التفكير بي يعني من يقول أنه راح يظمن نفس النتائج من تفقد الوعي ربما يحدث حادث و ما حد يعرف بها قد يحدث للراهب لورنس وبهالحالة ما حد يعرف بها أنه هي ماميتة ربما أنه هذا كل لأكمال الحبكة يعني وترسيم حدود المواقف والشخصيات هذا كل يعتمد عليم على الراهب لورنس مدبر الخطة اللي هو يعني تكفل بتنفيذها جوليت هي هنا تش تعتبر أيضا مشاركة بتدبير الخطة اللي هي راح تكون رائدة بتنفيذها وهنا يقول أنه ربما لو أتيحت لها فرصة التفكير والتعمل على الأمر اللي راح يسوي راح نشوف موقفها أكثر تصميم من موقف راميو عدنا شخصية أيضا الأساسية اللي هي ميركوشيو هنا يجب أن هذه الشخصية يعني هو سبب المشاكل كلها لولا بمعنى آخر أنه ميركوشيو لما ندافع عن روميو اللي أهانة بالت بقصد وبتعمد شنو سبب العداء المستحكم بين تي بالت وميركوشيو أكيد هو نتيجة المنافسة الشبابية روح الشباب وتحدي الواحد منعدهم للآخر لأنه قلنا هان روميو واعتبرها هانة لا يجب السكوت عنها اللي يعتبر ميركوشيو السبب أساسي يجب أن ما يسكت عنها هل نقدر نعتبر هي عبارة عن مباهة لا أكثر ولا أقل وأنه شخص قام يسخر من اللاخ إلى حدث الصراع حتى أنه من ميركوشيو انطعن بالمصادفة من طعن تبالت بدأ يكابر وقام ما يدير بال وكأنه لا شيء وحاول أن ما يسقط أمام غريمة وبالفعل يعني ما راد يموت أمام الآخرين وحاول أن يبتعد المكان آخر حتى يموت به ميركوشيو كان دائما يكابر وما يظهر ضعفه أمام الآخرين طبعا هنا قبل أن تعدث العركة روميو حاول قدر لم يكن يبتعد عن المشاكل لو يعني لو ما كان موجود ميركوشيو كان أي شيء ما حصل لكن وجود ميركوشيو هو اللي يعني يخلى الأمور تصل إلى حد القتل وراح نشوف بأنه راح يسبب بموت روميو جوليت وباريس كل اللي دفاع عن شرف الصديقة نالت هذا الشخص اللي هو قريب جوليت بن خالها هذا الشخص هو قبيح الوجه والخصال ورجل متبجح ومليء خيالاء كالطاوس يعني كان يسير كان غرير وهو لم يكن يستطيع مفرده ولا خارج أي جماعته أن يتواجد بأي ماكن يعني بعيدة يعني 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 يعتقد أنه أما أنه كان يتيم تكفل والد جوليت من هو صبي أو أنه زار جاهم من بلدة أخرى هذا قلنا تايبلت لم يكن يعني يمتلك فروسية فقط مظهر خارجي لا أكثر بالأقل الدعاء فارغ وتحايل هذا يدلل على مكر اللي هو منه المناقض مالتا المناقض مالتا مركوشو اللي كان بالطرف الآخر للخصام نيجي على شخصية جوليت قضية انتحار جوليت هو نفس اللي كان يحدث أو إلى صلة قرابة بالتاريخ الوثني بعد الأغريق لما كان يضحى بالعذارة الفتيات على مذابح الآلهة فلما نلتق الحبيب رمو جوليت يعني بسرر الموت وكأن هم على وعد بيناتهم يعني يصبح مثل كبشي الفداء الغسل الدماء عوائلهم المتخاصمين وكل خطاياهم يعني هم تحملوا أسباب ونتائج العذاب بين عائلتين فأصبح موتهم هو اللي أرجع العوائل الاثنين المتخاصمين إلى أرشدهم الحقيقة يعني هناك كانت هذه المصالحة لها ثمن باهظ فكانت جوليت تقريبا شخصية هي المحورية شخصية فكرية قبل أن تكون شخصية من دم و لحم هنا جوليت كان عمرها 14 سنة وهذا العمر بذاك الوقت يعني أثناء كتابة المسرحية أو كذا لا يمكن أن نقرب عمر يعني الفتيات في هذا العصر على مع العلم أن الغريزة هي واضحة لها علاقة بالتربية والأخلاق والتحفظ اللي تعتمد على المجتمعات اللي كانت يعني في ذاك الوقت لكن لاحظناها يعني عدها تهور أو عدم معرفة باتخاذ القرار راميو وكذلك جوليت كانوا رافضين للعداوة بكل وعي وبكل حزم الأعداث كلها من المسرحية ما تتجاوز خمسة أيام بزمن المسرحية اللي اللي كتب شيكسبير فهنان من أين أتى هذا التصميم والقرار الحقيقيين أين كانت النية أين التفكير ثم العزم يعني هل يعقل أنه بهذه السرعة وبهكذا عمار يتخذون هكذا قرارات لو أن شيكسبير قرر أنه تحدث القصة بهذا المنوال ف يعني هي ما تعرفت عليها أكثر من يوم يومين بعدين يقررون الزواج بعدين يقررون الهرب قبل من بعثة رسالة روميو بيد المربية كانت عندها جرأ أن تخبر بما حصل بدارها والدها كان يصير على زفافها من الخطيب الجديد باريس وأنه الزفاف سيتم يوم الخميس المقبل يعني تلاحظ أن الأحداث تسارع بشكل بحيث لا يوجد مجال قدامهم رأسا هم الزوج ومنا روميو جوليت سيأتي عريس باريس بعد أربع أيام يجب يتزوج الموعد كان يوم الخميس لزفاف جوليت مع باريس فلازم تبحث عن روميو حتى سلم رسالة وبدور روميو راح يروح للراهب حتى يشوف لحل حتى يصير الزواج السري طبعا هي من راحة للقيس وقرر أن يزوجون ورتبوها للخطة رجعت جوليت مقتنعب باريس لأنها تمثل على أهلها أنها مقتنعبية وكذا وهي لأنها كانت اتفقت مع الراهب على خطة الموت الزائفة التي ستمنع الزواج فهذا أيضا ثار عجاب مو عجاب استغرابها لها شكسبير بهاي المس راح يحول جوليت الرمز للنقاء في مجتمع متعادي ودائما بهي شي يعني هي شي شخصيات رائعة تكون هي الضحية التقليدية لهاي المفارقات بين هاي العدوات الغير المتناهية طبعا هنا يحاول الكاهن إقناع روميو بقبول قرار الحكم اللي صدر عليه بالنفي لكن روميو يرفض الفكرة بالأساس لأنه يعتبر الموت أرحم من أن يترك جوليت يقول النفي هو الموت بعينه موت بالحياة هنا أيضا الكلمات الحلوة المسرحية يقول فما هو المنفى يعني بعيدا عن جوليت إنه الموت موت في الحياة هو الغريب بإنه يعني روميو يعتبر ذلك نفي في حين هو هو مو أكثر من سفرة إلى مكان أبعد وليس كعقاب لكنه أيضا هو يرفض هذا الشيء قلنا روميو وجوليت هم زوجيين شرقيين بالخفاء لكن مثل ما قلنا الموضوع كله يتعلق بهيمنة الكنيسة على شنو على تقاليد الأمور الاجتماعية والأخلاقية خارج الدولة وخارج صلاحياتهم الدينية فلولا الهيمنة الكنوسية الروحية على العلاقات الاجتماعية لما حدثت تلك المأساة من أساسه فمثل ما قلنا ربما أنه الشيكس بير أراد من هذا العمل المسرحي العظيم أن يحمل الكنيسة الكاثوليكية كل المآسي وأن يعني يخليها بحجمها الطبيعي مؤسسة لها سلطة الروحية فقط لا تدخل بالعلاقة السياسية ولا الاجتماعية مسرحية رائعة وأتمنى أنه شاهدوها لأنه هي من أعظم مسرحيات شيكس بير هي ومكبث وعطيل والملك وهملت وشكرا ترجمة نانسي قنقر